في مجلايا هنحط زيت زيتون ونحط عليه البصل ونقلبه لما يتبل ونضيف عليه البهارات حكتب لكم هي هنضيف الطماطمة المعلبة ونقلب ونتركها على نار واطية لما تصير معانا بهذا الشكل تقريبا كده 10 دقايق بعد كده هنضيف حليب جوز الهند المعلب المعلب غير اللي عادي لانه يجي تقيل كريمي اكتر هادي المرة طحنت المكونات عشان حسرت القشر حق الطماطم حيضايقنا واكتر الاكل قبل التقديم بشوية احب اضيف البازلة عشان لونه على يغمق والحمص المسلوق تقدروا تستخدم حمص معلب لو ما عندكم مسلوق وجاهز في الفريزر وانا نسيت اضيف الزنجبيل من البداية فاضفته في الاخير حبدأ جاهز النان تقدروا تجاهزوه من البداية انا اخدت الوصفة من حساب الخنساء هحط لكم اللينك تقدروا تشوفوها عشان هي كتبتها بالتفصيل الطريقة مرة بسيطة تحطوا كل المكونات على بعض وممكن تستخدموا يدكم او العجانة وبعد ما يضاعب حجمة خلاص حتكون جاهزة حنكورها بهذا الشكل انا استخدمت نص كوب لكل حبة وبعد كده غطيتهم عشان لا تنشف وقبل ما احطهم على النار بشوية فردتهم يعني كنت افرد الحبة وبعدين احطها على النار وافرد اللي بعدها واكرر نفس الشي وخليتها على كل جهة تقريبا دقيقتين او ثلاثة دكايق الان ما سارت معايا كده فقاعات وبعدين قلبتها حطيتهم في سلة وغطيتهم بمنشفة عشان العيش لا ينشف وقبل التقديم تقدروا كمان تسخنوه تقدروا تحطوا شوية زبدة من فوق وبقدونس حتى تقدروا تحطوا عليه توم وبالعافية